خبراء في القطاع الزراعي خرجوا بتوصيات للوصول إلى استراتيجية وطنية للبحث العلمي الزراعي من أجل أمن غذائي مستدام خلال ورشة عمل لكلية الزراعة في الجامعة الأردنية ضمن خمس جلسات متخصصة التوصيات تضمنت إنشاء مركز وطني لبحث الأمن الغذائي ومظلة بحثية للأمن الغذائي في الأردن مع زيادة دعم البحث الزراعية المعنية بالأمن الغذائي وإنشاء حاضنات ابتكار وإبداع زراعية في المراكز البحثية إضافة إلى دعم الإرشاد الزراعي بالكوادر المدربة رئيس الجامعة الأردنية دكتور نذير عبيدات وخلال نقاش المخرجات ورشة العمل تعهد بتطبيق وتبني الجانب العلمي المتعلق بالجامعة الأردنية فيما أكد وزير الزراع السابق دكتور رضا الخوالد أن 70% من التوصيات تحتاج لسنة واحدة لتطبيقها على أرض الواقع الآن نحن نشعر أن هناك فجوة بين البحث العلم الزراعي ومؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص في إدارة بعض القطاع الزراعي وهذا ينعكس على تنمية وتطور القطاع الزراعي البحث العلمي هو عبارة عن محور رئيسي ومحور أساسي في عامية التنمية وفي عامية رفع الاقتصاد جلال سيدنا أطلق شعار الأمن الغذائي وأن يكون أردن هناك بالمستقبل مركز لمركز أمن غذائي ومركز إقليمي فإحنا التقطنا الرسالة